هذا المكان كان قبل عشرين سنة فضاء تجاريا إلا أنه أصبح اليوم هيكلا يأوي سبع عائلات ببلدية المقارية أسقف مهترئة وجدران تآكلت من شدة الرطوبة كذلك ليس نحن حول من richtige下vكة دارو ciوتينا tentang 08 يوم عشرين سنة وعندنا 20 سنة مقبل دارونا تُمتعني كل يوم في السننت أي يونا فيها 40 أسوة ون ت MEM Sorنا هذه المساحة الله يبارك يسكن فيها عرش الرحماني يقدر يدروا فيها وش يحبوا حتى سبيطار يقدروا تبنى فيها ولكن تشوفها هي أبندونة ومغلوقة ما نشعل بل لا ما مسمعين بها ولا ما فهمناش الجرذان والأفاعي والكلاب المتشردة أصبحت تشاركهم هذا المكان ليس هذا فقط بل حتى المنحرفون يتسللون خلال فترة الليل من أجل سرقة الأعمدة الحديدية لهذا الفضاء التجاري كان طبات كان الناس هنا يشعر من خطأ يدخلون العباد لهنا الكلام ماشي من الحكاية الحنوشة كان كل حاجة له في هذا الديبو ولا هو أبندوني النائب المكلف بالشؤون الاجتماعية أكد أن هناك لجنة تحقيق تعمل على دراسة ملفاتهم وسيتم التكفل بهم يكون في علمك حنا هذا شيء ورطناه من عند الناس اللي كانوا قبلنا حنا كي يجينا لقينا هذا الناس ما دخلوش في العهد انتعنا هذه منحية ومنحية تانية هي الإجراءات المعمول بها قانونيا وكل خدمناها مع هذا الناس هذا هو الوضع الذي جعل سكان المقارية يناشدون والي الحاصمة للتكفل بمطالبهم لأنهم ملوا من الانتظار والعيش في هذه الظروف الصعبة فمتى تنتشلهم الجهات المعنية من هذه المعاناة ترجمة نانسي قنقر